السيرستور في دوائر الطيار المستمع طيب في البداية خلاص عايزين نشوف رمز السيرستور الرمز اللي هناك ده الرمز اللي هناك ثواني خيارات omega 10 الرمز اللي هناك ده بيفكرك برمز إيه بيفكرك برمز الض Έ آه قال لك ان السيرستور هوو رمز الضات هو هو بنفس الفعاليات اللي بيعملها بالظبط بيعاد طيار في اتجاه وما يعديش في اللي تيجاه التاني بس الضات كان بيعملها تلقائيا لكن هنا قال لك لا ده انا هزود لك حاجة اسمها الجيت الجيت دي اول ما تاخد نبضة تخلي السيريستور ضايد ثاني هو الوقت سيريستور الضايد بيمرر طيار من الانون الى الكاسر قال لك السيريستور بقى يعمل ايه والله قال لك ان السيريستور هيزود لك الجيت هنا الجيت دي اول ما تاخد جهد تخلي السيريستور دي اشتغل اكينه ضايد بالظبط يمرر طيار في اتجاه وما يمررش طيار في نفس اتجاه تطبيقاته نفس تطبيقات الديوت بالضبط بس باختلاف حاجة بسيطة عايزيني نتعمك اكتر في السيريستور فقال لك انا هشبه لك السيريستور باثنين ترانزاستور واحد PNP واحد NPN لو انت حضرت معي حلقة الترانزاستور هتبقى فاهم الدايرة دي بتنعمل ايه نوعا ما طب تعال نحللها تعال نحللها هنحط عند الامتر هنا خمسة فولت هنحط عند الامتر اللي تحت بتاع الترانزاستور NPN سفر فولت اللي هي الجراوند طيب في البداية خالص اللي هيحصل تسأل الترانزاستور ده تقول له انت هتشتغل يقول لك لا انا مجالش جهد على البوابق مجالش جهد عفوا على البيز على القاعدة فمش هشتغل فتروح تسأل اللي فوق تقول له انت هتشتغل يقول لك لا ده انا جهد الامتر عندي خمسة فولت وجهد البيز بتاعها كبير يعني مش صفر فولت فيش فرق جهد الجهد ده الوقت عايم في السماء كده طيب بالحل نعمل ايه اقول لك حط خمسة فولت هناك الخمسة فولت دي تروح 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 للبيز تقول لانا خمسة فولت انت كام هيقول لك سفر فولت فيشغل الترانزاستور ده مجرد ما الترانزاستور ده يشتغل البيز او القاعدة بتاعت الترانزاستور التاني ده تتوصل بالارض فبناء عليه ان الجهد هنا حول القاعدة بتاعت البي ام بي صفر فولت طيب وهنا خمسة فولت طيب ما ده كامان يشتغل ايه يشتغل فيمر الطيار بالشكل ده كده قال له ده بيمر في قاعدة الترانزاستور التاني اه معنى كده ان الترانزاستور الاولاني هيشغل التاني اه فاللي عايزوا منك الوقت تشيل خمسة فولت دي ترميها في الشارع رميناه هل الليد اللي متنورة هنا او الحاجة اللي متوصلة هلا او الترانزاستور ده هيفصلهم لا ليه الترانزاستور ده مشغل ده فدا يشغل ده ازاي ده مرر طيار في قاعدته فشغل ده فام ده واخد القاعدة بتاعت الاولان ده موصلها بالجراوند فمشغل الاولان فهي لوب مقفولة لوب مقفولة لما لنهاية الحمل ده يفضل شغل الى الابد لا حد ما تعمل ايه لحد ما تشيل المصدر او تفصل الدة ده ده بوظيفة السايرستور بالزبط لو السايرستور واخد جيت هيفضل الحملة هنا شغال اكن وضايد بالزبط مثل الاضيط بيفضل شغالها حد ما شول الجهد هو بالزبط هتحط الجيت هنا نابدة هيفضل السايرستور ده شغال اكن وضايد بالزبط حتى لو النابدة ده خطه الرميق بالشارع ده الفكرة مين السايرستور 那麼 توصيله ببقى بالشكل ده مجرد ما المفتاح ده يتقفل يمر طيار في المقاومة الأولى فيمر طيار في المقاومة الثانية يكون حواليها جهد يكضح السيريستور ده فالسيريستور ده يشغل اللود ويفضل مشغل اللود حتى لو انت فتحت المفتاح ده تاني ليه؟ انا اديته النبضة اللي خليته ضايت فالضايت ده بفصل بزوال نبضة او بوجود نبضة لا مجرد ما الضايت يوصل ما بفصلش الا لما ترفع لي السويتش ده فانا الوقت بكل اختصار لما وصل السويتش ده وارفعه تاني مجرد ما وصلته السيريستور اشتغل هيفضل شغال حتى لو رفعت السويتش ده تاني وهيفضل شغال لحد ما افصل الدايرة خالص اشيل الباور من الدايرة يعني بمعنى ان الطيار اللي مره فيه السيريستور يبقى صفر يبقى كده خلينا نقول ان السيريستور هيفصل لما يمر طيار مقداره صفر طب ليه قلت مقداره صفر بالظبط او ليه قلت طيار قليل لان فيه الف تطبيق ألف طبيق ممكن نعمله عشان نفصل به وهنشوفها في مرحلة ما نتقدمها شوية ده كل حاجة عندنا النهاردة هنبدأ من أول المحاضرة الجاية نشوف السيريستور الداتا شيد بتاعته عشان نبدأ نختار قيم والمقاومات وقيمة الحم بس جدا